في الأول هناك أمسيف خداء الرسمية أمسيف لحارس اللي شرفت عليه لمدة سنوات مع المنتخب الأولمبي ما بغيراش نتكلمه يعني على نقاط الضعف فاش ربما الخصوم القادمين للمنتخب مغربي ما عرفاش نقاط قوة الحارس واش كتشوفه أنت يعني الحارس القادم للمنتخب المغربي لسنوات كبيرة كان حارس أمسيف وكذلك حارس بونو وما حارسين حقيقة أنه مستوى جيد كل واحد عنده الامتيازات على الآخر ولكن حارس أمسيف نقول حارس أمسيف فهو حارس جيد علش لأنه عنده شخصية قوية عنده واحد جدية كبيرة في تدريب عنده واحد رغبة كبيرة نشوف أي تدريب كنت نقوم به كان مئة في المئة من تركيز دياله وكذلك تحسن مستمر لأنه تلعب بطولة قوية اللي تفرض عليه كل أسبوع باش يحسن مستوى دياله باش يحافظ على مركز دياله كحارس رسمي شيء اللي تخليه دائما حاليا فهو الحارس رقم واحد حارس بونو وشهيد ولكن تنظن خصون انتقل فارق آخر باش يلعب بالسمران لأنه هو حارس كبير عنده مهارات عالية اشتركوا في القناة